اشتركوا في القناة الدبلوماسي المالي جاء حاملاً معه رسالة إلى فخامة رئيس الجمهورية إدريس دي بيتنو من نظيره المالي إبراهيم بوبكر كيتا تتعلق بمباحثات الرئيسين المالي والشادي التي جرت خلال زيارة الرئيس المالي للبلاد في الثاني عشر من سبتمبر الماضي والتي تركزت حول محاربة الإرهاب والتصدي له وحماية دول الساحل بهدف بسط الأمن والاستقرار اللقاء الذي حضره وزير الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي وبعض مساعدي فخامة رئيس الجمهورية أكد فيه السيد ديوب بأن بلاده تعتز بشاد وبعلاقات التعاون المشترك بين البلدين والشعبين الشقيقين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك وبعيد خروجه من المقابلة صرح الدبلوماسي المالي عبد الله ديوب بأن المقابلة كانت قيمة حيث تطرقت لمختلف القضايا التي تتعلق بعملية السلام بدول منطقة الساحل والتهديدات الإرهابية إضافة إلى تعزيز وتقوية سبل التعاون بين الدولتين مشيدا في الوقت نفسه بالجهود التي يبزلها فخامة رئيس الجمهورية إدريس دي بيتنو لجعل أفريقيا آمنة ومستقرة ترجمة نانسي قنقر